وبعدين مع النساء رفقا بالقوارير يعني أنجشة كان صوته جميل وبينشد كده كلمات جميلة حتى أن الإبل لما كانت تسمع صوته الإبل تتمايل وهي ماشية كده تسمع صوت الصحابة تتمايل فكان فوق الإبل بيركب النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير يا أنجش الجمال عملا تتمايل من عذوبة الصوت حلوة الكلمات طب إحنا خايفين على اللفوق النبي يسميهم إيه قوارير يعني إيه يعني عشان لما نعامل النساء بيقوله عاملهم برفق بلين برقفة برحمة مش بشدة مش بغلزة لما تعامل مع الحديد بخلال ما تعامل مع الزجاج الزجاج بشيله برق وبهدوء سكينة وبالراحة وفي خطبة الوداء استوصوا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبعين ربنا يقول وعاشرهن بالمعروف كلمة طيبة طلاقة وجه وابتسامة وعمل طيب إذن الرحمة دي يا أستاذ احنا محتاجينها وفي المقابل شوف هذه المرأة البغية لما سقت الكلب من اللي شكر لها الله وغفر الله لها ودخلها الجنة دخلت النار في هرّة في هرّة نعم في هرّة قطة تحبسها لا تقدم لها طعام ولا شراب ولا تسركها تأكل من خشاش الأرض من فضل الله عز وجل لا فعلت هذا ولا ذاك فكان سبب إنها تعذب بسبب هذا يبقى هنا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أحباب إن أردنا رحمة الله لابد أن نرحم غيرنا إن أردنا عفو الله وإحنا عميني والله من أنك عفوه كريم تحب العفو لابد أن نعفو عن غيرنا إن أردنا إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا نغفر كذلك للناس يعني ما يكونش في قلوبنا أي عداوة ولا ضغينة ولا حق ولا حسد وإذا كان الصيام ثوابه لا يعلمه إلا الله والصبر كذلك ثوابه لا يعلمه إلا الله لأن شهر رمضان ده شهر الصبر وشهر الرحمة فكذلك العفو والرحمة لا يعلم ثواب ذلك إلا الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا